الحمد لله. ايه البطولة لنفسك تاخدها مع النادي الاهلي. يعني أكثر بطولتين نفسة اخدهم مع النادي الاهلي اللي هو اه بطولة الدوري والسوبر الافريكي. اللي هنت اهل بقى كاس عاما ده. وقول لك والله العظيم. انا انا بص انا اهلهم جوايا. ايه. بس ده ده كده دخل قلب قوي. لها. لأن البطولتين دول اكثر. دولة بطولتين اهم بتولتين يعني. يعني بص يعني. لان السوبر ده. أصلاً أنت عندك بطلطين أفريقيا لها كاسيكوس وعندك ده دور الأبطال فأنت ممكن تكسب أي واحدة فيهم بتلعبك على بطولة السوبر بالزبط يعني أنا بص أنا عايز أقول لك بص يعني هو أنا مستني قول دول هو طموحه إن هو يوصل على أنا بحاجة ما شاء الله عاجبني الحماسي اللي بتكلم بيها محسن بجد يعني يمكن أنا في الملعب حسيته لا لا فرقة كلها والله مش مش حتى أنا بس فرقة كلها متحمسة لسا أنا دي عايز أتأمل حاجة كويسة بإذن الله طيب قل لي مين أقرب واحد ديك في فرقة؟ لا كلهم والله أقربين يعني لا ما بيش حد كان معاك في المعسكر إحنا موجودين عشرة في المنتخب إحنا عشرة لعبة ما شاء الله يعني موجودين في المنتخب مصر ما شاء الله فإحنا كلنا أقربين بعد ما فيش اللي هو مسلا كل اتنين مع بعضك يا لأ كلنا أقربين بعد كلكم فرقة واحدة طيب قل لي أنتو يعني نهاردة كابتن طري بردو سألت إسلام السؤال دا عاد معاك وقال لكو الخطة لغات أفريقيا إيه شايف الموضوع يعني متحمل ليكو ولا الحملة هيبعالي؟ احنا هنلعب خمس موطشات الأول في الدوري هنلعب الأول مصرات في الدوري ماشيني يعني إن شاء الله نمشي بخطوة كويسة في يوم واحدة واحدة ناخد وبنعب كل موطشات في الأسبوع على معتاك تمام تمام بعد كده هنخلص الدورة يقف 16 عشرة هنروح المنتخب تاني هنروح المنتخب حوالي 14 يوم ونرجع بقى في أول حداشر ننضم للفرق عشان بطولة أفريقيا هنكون حوالي 13 أو 13 أو 16 حداشر بس فعدي بقى إن شاء الله تبقى بطولة أفريقيا